اشتركوا في القناة بدر بدي اعرف شو الرطط اخي هاي المرة حاش تتصرفي هيك وقلا رح يصير شي ما بيعجبت بالمرة ديري بالك ليك بدر اصحك تهددني خلا انا مطايقتك بالمرة الله عن جد وانا كما امو بتحملك شه هلأ بيزعلوا الولاد بس يسمعوكن عم تدخانقوا خلاص شو لقيتي وسائق مستندات شو اخي اللي انا فهمته وهي نائبة سترت على جريمة بوقتها وقال اذا انكشفت بتفوت عالسجن سمعتها بإدني عم تحكي بهاد الموضوع شو هلحكي حلو كتير عجد برافو عليكي ماشي بس هلأ بدنا شي دليل مشان نقدر نضغط عليها وبلكي احمد كمان بيوصل للشي خلينا نستنى شوي لحتى يجي بس حلو ممتاز مساء الخير يا جماعة كيفكم مساء الخير اطلع فيني انت ما رح تعمل الشغلات اللي بيقلك عليها بدر يعني ما رح تبلينا بنهال وانت عم تحاول انك تساعد وعم تفهم لا لا يا لميس اساسا انا ليش حتى رد على بدر يعني هنن بيكونوا اصدقاء عائلة او رايب عائلة يعني هيك شي ما طلع في شي يعني انت ما بتتجسس عليها شوال حكي يا اختي يعني انا ما عولي اعمل هيك شي انا بس رحت وبشكل طبيعي كمان لحتى اتعرف على ابوه لحبيبتي فهمت علي يا اختي مو اكتر منيح خليك اعطول هيك ماشي طبعا طيب انا فايت انام تصبح عليك انا ويتنامي عندي مرة تانية ليك المطرح دي اهنيك وانا رح نام هون اتخاذ المواقف ما نلقلك بس بغض النظر صراحة البنت كتير عنيدة على كل حال خليني روح لعندة بحاول احكي معاك كتير مني تصبحوا على خير شو اللي صار على فكرة انا لو كنت بمحلك يا بدر كنت تخليت عن مسألة اتخاذ الموقف لانه اذا دريت بيالي انا بعرفه والله رح اطلقك هالمرة شو اللي عرفته تعرف مين شريك الثالث لنيهال وتوفي مين سروة اكتان كيف ابوك يعني الشخص اللي حاولت نهال انه تغطي جريمته بكل هو ابي كتير وابطي صوتك رح تفضل يا نسمعوا شي يلا قومي امشي يلا امشوا من هون يلا 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 بسرعة انا مبسوطة كتير واخيرا نعرفنا كيف نوصف مباطن اللي نتوقفي صوتك 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 سمعني انت متأكد من هالشي شو العلاقة بيناتهم اخي انا سمعتهم بأدنية ما احدا قال لي اعلت رح تنتهي حياتي اذا رجع لتركيا وقدم افادة الطب لاد اولى حلو كتير يعني عصفورين بحجر يلا خلونا نلاقي طريقة ونجيب أبي الموضوع صحب نتورط بمصيبة لحتى نخلص من غيرها ما هالمرة ما رح تكتفي لميس بإنها تنفصل عني رح تبحني وتنميني بالشارع كمان ليش نحنا بدنا نسألها كيف نتصرف مع أبونا طبعا رح نسأله لانو هالزلم يحطها بالسجن وانا عشت بدون أب تمام اذا اجل هون ساعته رح اقدر يثبت اني بنته شو يعني بدكياني اتخلى عن حياتي مشان اختاق مروه ممكن تهدي شوي بالأول لازم نتأكد انه نهال غطت جريمة أبي ماشي وبعدين منشوف يعني رح نلك دور الوسائق مرة ثانية لسه حلو برافو خلصنا بقى شو انا رح انشغل فيكي؟ انت بتوسع بها البنت يا اخي بس انا ماني شايفة موضع ثقاء انت لا تاكلهم انا رح حل بقي يطلص سمعني انت طلع من هالشغل احسن لك وانسحب على فكرة اختك كان مع حق احمد ما تنزع علاقتك مع اختك ومع البنت شكرا انا ما رح اقدر ارفض العاق ليش عبتتشكرني؟ شكرا لإله انت كمان نجحت بكتير شغلات وفدتني وبطلت مزعيش وما بتنسى شي روح مع السلامة يلا بخاطر رح تصبح لخي يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاختارات لتكون اول من يشاهدها